الأمن قد يصبح ورقة رابحة في السباق الانتخابي المقبل جنبا إلى جنب مع ورقتين الاقتصاد ومحاربة كورونا فالرئيس دونالد ترامب الساعي لفترة ثانية في البيت الأبيض يلوح بورقة الفوضى المنتشرة في مدن يحكمها ديمقراطيون في وجه منافسه الديمقراطي جو بايدن ترامب الذي اتهم معارضيه بدعم مثري شغب مثل جماعتين الأنركيين وأنتيفا لوح بإرسال قوات فدرالية إلى مدن يحكمها ديمقراطيون وتشهد أعمال عنف على غرار ما حدث في مدينة بورتلاند بولاية أوريغن سأفعل شيئا بالتأكيد لن أترك نيويورك، فلدلفيا، شيكاغو، ديترويت، بلتيمور كلها محكومة من لبراليين ديمقراطيين جميعها يديرها يساريون راديكاليون وسيكون لدينا المزيد من وكالات تطبيق القانون الفدرالية أثار قرار ترامب الذي يجيز تدخل أجهزة تطبيق القانون الفدرالية لفضل احتجاجات محلية غضبا وتساؤلات قانونية منها لحاكم ولاية ميشيغن التي استنكرت على الفور موقف ترامب ووصفته بخطاب الكراهية معتبرة أنه لا يوجد أي دافع لإرسال قوات فدرالية إلى مدينة يطالب سكانها بالإصلاح بطريقة سلمية ووفق تقارير فإن وزارة الأبن الداخلي تستعد إلى إرسال 150 من العناصر الأمنيين إلى شيكاغو إذراء أعمال عنف مستمرة ويطالب الديمقراطيون في بورتلاند برحيل القوات الفدرالية من المدينة معتبرين أن وجودهم عقد الأمور بدلا من حلها فليب جارداق العربية